اشتركوا في القناة فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ها تريدون أن تدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا استخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا استخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقون حاصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ونشاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وأرقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليه سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يرقسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويرقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فاخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك شعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمنين يخسل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمن خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لا أليه إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة للا ألي وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليم حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبكنوا ولا تقولوا لمن قائلكم السنة من سموه من أن تفتغون عرض حياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبكنوا إن الله إن الله كان بما تمنون خبير لا يسوي القاعدون من المؤمنين لا يسوي القاعدين وأنفسهم ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحمة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أعرفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين فرر قالوا ألو تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواه جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يفوى عنهم وكان الله حفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد فرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في عضي فليس عليكم جناح لم تقصروا من الصلاة إن خفتموا أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقتلهم الصلاة فلتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وذ الذين كفروا لو تفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر لكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد لكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت علموا منئين كتابا مقوتا وما تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليم حكيما إن أنزلنا إلك الكتاب بحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجابر عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواننا في معهم يا السخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أنتما أولئي جادرت عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يوم سوءا أو يضغم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليم حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يعمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وأن لا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا منمر بصدقة ومروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك امتغى أمرضات الله فسوف نوتيه أجر عظيما ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين له الهدى ويت بغير سبيل المؤمنين لنولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنج النوم ولآمرنهم فلا يبتكن آزان العام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ونيا من دون الله فقد خسر خسرنا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواه جهنم ولا يجدون عنا محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتيانهار خالدين فيها أبدا ودى الله حقا ومن أصدق من الله قيل الله ليس بأمانيكم ولا أماني آل كتاب من يعمل سوء يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكرنا أنتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيا ومن أحسن دينا من نسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يحتيكم فيهن وما يتاع لكم في كتاب في يتاب النساء إلا تينا توتونهن ما كتب لهن واثربون واثربون أن تنكحون المصرفين من الولدان وأن تقومون يتامى بالقصة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوز وعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا والصلح خائر وأحضرت لأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تمنون خبيرا ولن استطيعوا أن تعدلوا بين النساء ونحرصهم فلا تميلوا كل الميل فتفروا هاك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا وحيما وإن يتفرقوا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما وإن الله ما في السماوات وما في رضا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قركم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في رضا وكان الله بنجا حميدا ولله ما في السماوات وما في رضا وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويآت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين من قسط شهداء لله ونعنى أنفسكم أو الوالدين والقربين إن يكون غنيا وفقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أم تدلوا وإن تلوا أو ترضوا فإن الله كان بما تمنون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يقوب الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليديه سبيلا باشر المنافقين بأن لهم عذاب نليما من الذين يتخذون الكفرين أولياء من دون المؤمنين أن يبتغون عندهم العزة فإن العزة من الله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتموا آيات الله يكفر بها ويستزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن الذين يتربصون بكم فإن كان فتح لكم فتح من الله فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألو لكم معكم وإن كان لكافرين رصيب قالوا ألو لكم من المؤمنين فالله يحكم بينك يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مززبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء ومن يضلل الله فلم تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا استخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ها تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبيلا إن المنافقين في الدرك لسفل من النار ولم تجد له نصيرا إن الذين تابوا وأصلحوا وتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجر عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكر عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم موسيقى 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 شكرا